ومن أثر ده يجي سؤال يقولي لا أنا عايز النصوص قال يعني هو مجتهد الواد ولا البنت اللي طلبها كده هو يعني هو مجتهد هيبصوا في النصوص يا حلاوة والخمسين ستين سنة اللي احنا درسناهم علشان نبصوا في النصوص معلش رأس برأس المساواة المطلقة اللي هي التساوي دي هو العالم زي الجاهل زي الدرس زي المدرس زي كله نصية قولي بقى النصوص عشان النصوص دي أنا شوفها إيه الحجاب بتاعتها بقى طيب حاضر احنا على فرقر دينا بناخده من الكتاب ومن السن الكتاب بيقولي ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ها يبقى فاحش ما هاش حاجة كويسة يعني والفاحشة في لغة العرب إيه اللي تلأدب والديانة اللي هي على الآخر يعني أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون إنه لا يحب المسرفين سبحانه وتعالى يبقى ربنا بيكره ده وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه يبقى دول أصحاب هلاك وهلك وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين نروح هناك قالوا لعمر إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم أخرج الترميزي وأبو داود وابن ماجا بسند صحيح عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول يبقى إذن آدي النصوص وصحيح ومتفق عليها فهو حرام مش هينفع نقعد نؤول وننشر ثقافة المهدنة لأن ثقافة المهدنة خطوة في الطريق شكرا شكرا واد